وفي ذات السياق قابلت المحكمة الدستورية الطعن الانتخابي المقدم من المواطن اسامة رشيدي ضد عدد من نواب الدائرة الرابعة وذلك من بين 56 طعنا انتخابيا نظرت فيها وبهذا صدد نفر رشيدي للرأي ان يكون قد طلب منه رفع الدعوة او تحريكها مشيرا الى ان اقدامه على هذه الخطوة جاء تلبية لدعوة امير البلاد بضرورة مشاركة الجميع بوضع حلول للوضع السياسي الراهن فيما اكد وكيل رشيدي المحامي فايز الدوسري ان حكمة الدستورية اقر قاعدة جديدة تضاف الى عملية تعزيز الديمقراطية مشيرا الى ان مهلة الدعوة للانتخابات تبدأ من يوم غد المحكمة الدستورية اقرت قاعدة جدا جميلة وتخدم المجتمع الكويتي نحو تطور الديمقراطية اكثر في انها بسطت سلطتها على مراسيم الضرورة بمناقشة اذا كانت الضرورة موجودة او غير موجودة وهذه قاعدة يعني جبارة ان تتجاوزها المحكمة الدستورية مع العلم انها في السابق كانت بالنسبة لها رفع لانها سلطة تقديرية لسمو الامير حفظ الله اما اليوم فقد وصلنا الى محكمة الدستورية تنظر المراسيم حتى بعد اقرار مجلس الامة وبصدور حكومة اليوم يعتبر مجلس الامة 2009 بداية حلة هي اليوم لان اليوم نفذت مرة اخرى مرسوم الحل بصحته وبطلان المجلس ينسحب عليه من اليوم فيبدأ الستين يوم من يوم غد امام الحكومة من يوم غد ستين يوم للدعوة الى الانتخابات وتشكيل مجلس الامة الجديد ولا دخلنا في لغة دستوري وسوف يعود مجلس 2009 حسب نصوص الدستورية فالامير حفظه الله ورعاه قال انا قابل بالحكم مهما كان الحكم فهذه كانت فرصة بما اني مرشح بان احاول واحنا نقول اللهم اجعلنا مفتيح خير واجعلنا مغاليق شر فكانت محاولة كتب الله لها النجاح بفضل الله اولا وبتوفيقه لا ما في حال طلب نفس ما قلتلك هي قرار الامير حفظه الله ورعاه بان يقبل بهذه الدعوة هي كانت دعوة للجميع بان يساهم في الحل فبما اني انا مرشح وحظوظي في الطعن افضل من غيري فقبلت الدعوة ومن الله علينا بالقبول من فضل الله وكرمه